الإيمان بالله مرض يجب أن نشفى منه هكذا تحدث فرويد لم يكتف بهذا بل أضاف أن المؤتقد الديني هو نوع من العصاب وكما على العصاب أو المصاب به معالجته لدى الطبيب النفسي فإن على المجتمع أن يخضع العلاج النفسي على مستوى جماعي عن الله بعيون فرويد وأيضا بعيون يونج سيكون موضوع هذه الحلقة وهذه الحلقة سأحاول تقديم ما قاله فرويد حول الله وحول الدين ووجهة نظره وسأعلق برأيي الخاص بين أثناء تناول الموضوع فكونوا معي عام 1917 ألقى فرويد محاضرة تناول فيها صعوبة التحليل النفسي أشار فيها إلى إزعاجين جسيمين جرح كرامة البشرية في الصميم الأول نجم عن نظرية كوبرنيكوس سنة 1543 المتوفى وقال فيها بأن الأرض ليست مركز الكون بل مجرد نقطة ضائعة في سديمه ونشأ الثاني من نظرية دارون الذي توفيه سنة 1282 والتي افترض فيها أن أصول الإنسان ليست ناشئة منه وفيه أو من إله خارجي بل من البنية الحيوانية التي انحدر منها فكان الجرح الثالث والذي أشار إليه فرويد وهو الإزعاج الذي جرته على البشرية مقولته عن اللاوعي التي تحرم الآن من إدعاء السلطة المطلقة على ذاتها أي أن الإنسان ليس قادرا على أن يتحكم بذاته حتى يطالب بهذا التحكم من قبل آله خارجيه إنما هو مجرد كائن معرض للدوافع والغرائز الدفينة التي تستثير فيه التصورات والأفكار والتصرفات بحيث لا يستطيع أن يتطور تطورا ثقافيا إلا بفضل الأعراض التدريجي عن هذه الاندفاعات الأساسية في جوهره من وجهة نظر فرويد الدين هو رد فعل جريمة قديمة ونوع من الوهم وذلك لأنه يرتبط بالرغبات ولا يرتبط بالحقيقة ويوضح فرويد بأن الدين ظهر بدافع جنسي وذلك عندما أحس أبناء الجيل الأول للبشرية برغبة جنسية جامحة تجاه أمهم بالتالي الدين هو في تحليله نتيجة لعقدة أوديب وهي نتيجة لعجز الإنسان أمام العالم حيث ينتظره صراع مع الحضارة وصراع أيضا مع الطبيعة ومن ثم صراع في مواجهة الموت يجزء فرويد تطور البشرية إلى ثلاث حقبات الأولى إحيائية طوطمية والثانية دينية تتصف بالأصاب الجماعي والثالثة علمية تتميز بالتصعيد الارتقائي التعويضي هذا التصور الثلاثي رفضه طبعا علماء البايولوجيا والانتربولوجيا لكنه بقي يساعدنا على ربط الدين بالأصاب ويقدم لنا نظرية عن نشور الاجتماع جراء قتل الأب الأصلي المهيمن على نساء القبيلة وهذه الجريمة تشير رمزيا إلى حضر صفاح القربة أي إلى التشريع الأساسي الذي التولد عن المعاية الإنسانية السليمة أو الجماعة الإنسانية المتحدة فيما بينها بشكل سليم جادل فرويد بأن الدين مقنع للغاية لماذا؟ لأنه يحل مشاكل وجودنا أنه يشرح لنا أصل الكون ويقدم لنا العزاء والحماية من الشر أيضا الدين يقدم لنا مخططا حول الطريقة التي يجب أن نعيش فيها حياتنا أو بها حياتنا مع مكافآت عادلة للعقوبات الصالحة والموجبة للخطات والمخالفين أيضا الدين من ناحية أخرى يتعارض مع العلم لأن العلم لا يقدم لنا مثل هذه التفسيرات حول الكون أو حتى معنى لحياتنا أنه لا يريح أشواق الجنس البشري التي لم يتم الرد عليها من قبل العلماء الطبيعيين في كتاب إرباك في الثقافة ينسب فرويد سبب العصاب الفردي إلى الثقافة التي تضطر الفرد إلى الامتناع والتزهد والحرمان الألمي من أجل استنفاذ السوية الإنسانية ذلك بأن الثقافة تحمي الإنسان من غرائزها من غرائزه لكنها في الوقت نفسه تفرض عليه اضطرابا هذيانيا يربك وجدانه وهذا يؤدي في بعض الحيان إلى أن ينتفظ الأفراد على نظام الثقافة القائم على الحرمان هذا فيثورون ويخالفون القوانين سواء القوانين الدينية أو القوانين السلطوية الحكومية ومن أقوال فرويد الأخرى أن الإنسان يقول أن الإنسان محروم من السعادة لماذا؟ لأن الحضارة تحرمه من ممارسة الجنس والأدوان فيقول إذا كانت الحضارة تفرض مثل هذه التضحيات الباهضة لا على الرغبات الجنسية فحسب بل أيضا على رغباته الأدوانية فأننا نفهم في هذا الحال فهما أحسن لماذا يأسر على الإنسان غاية العسر أن يجد في ظلهما سعادته وبهذا المعنى كان الإنسان البدائي من وجهة نظر فرويد محظوظ في الواقع لأنه ما كان يعرف أي تقييد لغرائزه أيضا يرى فرويد أن الشعور بالذنب الذي جاءت به الأديان هو مشكلة الحضارة وذلك بسبب لأنه يسبب لنا نقصا في شعورنا بالسعادة فيقول كان قصدنا رغم كل شيء أن نصور الشعور بالذنب على أنه المشكلة الرئيسية لتطور الحضارة وأن نبين فضلا عن ذلك لماذا يتوجب علينا دفع فاتورة تقدم هذه الأخيرة بنقصان في السعادة ومما ينجم عن تعزيز ذلك الشعور في موضع آخر من كتابه مستقبل وهم يعود فرويد للتأكيد على أن الأديان توهمات وأن سبب وجودها هو الخوف الطفولي والقلق الإنساني إذا أختار الحياة فيقول حين نوجه أنظارنا نحو التكوين النفسي للأفكار الدينية فهذه الأفكار التي تطرح نفسها على أنها معتقدات ليست خلاصة التجربة أو النتيجة النهائية للتأمل والتفكير إنما هي مجرد توهمات مجرد تحقيق لأقدم رغبات البشرية وقواها وأشدها الحاحن وسر قوتها بالتالي هو قوة هذه الرغبات وليس قوتها المنطقية أو العقلانية أو المقدسة وبالأصل نحن نعلم ذلك فالإحساس المرعب بالضائقة الطفلية أيقظ الحاجة للحماية والحماية عبر الحب وهذه الحاجة لباها لنا الأب إدراك الإنسان أن هذه الضائقة تدوم الحياة كلها جعله يتشبث بأب أب أعظم قوة وأشد بأسا هذه المرة فالقلق الإنساني إذا أختار الحياة يسكن ويهدأ لدى التفكير بالسلطان الرفيق العطوف للأناية الإلهية في موضوع آخر يرى في صفحة 52 يرى فرويد أن الدين لم يحقق السعادة والأخلاق التي يبحث عنها الإنسان فيقول فمن المشكوك فيه أن يكون البشر قد عرفوا في مجملهم في العهد الذي كان الدين يسور فيه بلا منازع سعادة أكبر من تلك التي يعرفونها اليوم وعلى كل حال ما كانوا بالتأكيد أكثر أخلاقية موضوع آخر أيضا في الصفحة 67 يشبه فرويد دور الدين في حياة الإنسان بالدور الذي تقوم به المنبهات والمسكرات وهذا يذكرنا بمقولة ماركس شهيرة الدين فيون الشعوب فيقول مفعول العزاء والسلوان الذي يقدمه الدين للإنسان يمكن المقايسة بينه وبين مفعول المنومات وما يجل الآن في أمريكا في زمن كتابة هذا النص أصطع مثالا على ذلك فقد كما نعرف أنه في أمريكا في الأشرينيات صدر قرار بمنع بيئ ومتاجرة بالكحول فقال بأن هنا أنهم هناك يريدون أن يحرموا الناس تحت تأثير سيطرة النساء بالطبع كما حسب رأيه من كل منبه ومن كل شراب مسكر ويعلفونهم بالمقابل ورعا وتقوى ويعلفونهم يعني من العلف يقصد أنهم بدلا من منبهات والأشربة المسكرة قرروا أن يعلفونهم ورعا وتقوى وبمعنى أن هناك سكر مفضل على سكر محرم السكر المحرم هو الشراب الكحول والسكر والشراب المحلل هو الدين والورع والتقوى في موضع آخر صفحة 69 يؤكد فرويد أن الإنسان يمكن أن يحتمل مشاق الحياة عندما يقطع رجاءه بالغيب فيقول ولا شك في أن الإنسان سيتوصل يوم يقطع رجاءه من عالم الغيب أو يوم يركز كل طاقاته المحررة على الحياة الأرضية إلى أن يجعل الحياة قابلة للاحتمال من قبل الجميع أخيرا يعقد فرويد مقارنة بين دور الدين ودور العقل في تحقيق الأخوة الإنسانية وتقليل أو تناقص الألم الذي يتعرض له الإنسان ويرجح العقل على الدين في هذه المقارنة فيقول لما كانت أولوية العقل ستنشد في أرجح الظن نفس الأهداف التي يفترض في إلهكم أن يبلغكم إياها أن يبلغكم إياها وهي الأخوة الإنسانية وتناقص الألم أنتم تريدون بالتالي أن يبدأ الهناء بعد الموت مباشرة وتطلبون من هذا الإله أن يحقق لكم المستحيل ولا تريدون بالوقت نفس أن تتخلوا عن مزاعم الفرد والدعاءاته أما إلهنا نحن أي ويقصد إله العقل فلن يحقق من هذه الرغبات أو الرغائب إلا بقدر ما ستسمح به الطبيعة الخارجية وهذا سيتم رويدا رويدا وفي مستقبل غير منظور وبالنسبة لأبناء غيرهم غير أبنائنا أما نحن الذين نشكو من الشكوى نشكو مرة الشكوى من الحياة فلا يعدنا بأي تعويض هذا العلم يقصد أن العلم لن يعدنا بأي تعويض هو مجرد نسعى بما نستطيع لأن يحصد أبنائنا ما ننجزه ويقول ولن يكون هناك مناص من التخلي على الطريق الذي تفضي إلى ذلك الهدف القصي عن مذاهبكم الدينية أي أن هذا العلم هو الذي الكفيري الوحيد بمنحنا فرصة الخلاص من شدة هذه الحياة وآلامها فالطريقة الوحيدة والألم وهو الوحدة الكفير بأن خلصنا من مذاهبكم الدينية وعينئذ لن يكون من المهم أن تفشر المحاولات الأولى لنا كعلماء أو أن لا تكتب الحياة للتشكيلات البديلة الأولى أو تكتبوا الحياة للتشكيلات البديلة الأولى وأنتم تعلمون السبب فما من شيء يستطيع على المدى الطويل أن يقاوم العقل والتجربة وتناقض الدين مع كليهما أمر لا يحتاج إلى بيان أكرر الجملة الأخيرة يقول أنتم تعلمون السبب أي أنتم أتباع الأديان أو المؤمنين بالأديان فيقول لهم ما من شيء يستطيع على المدى الطويل أن يقاوم العقل والتجربة وتناقض الدين مع كليهما أمر لا يحتاج إلى بيان قدمنا لكم ما قاله فرويد أهم ما قاله في بعض الكتبه ومنها مستقبل وهم لكنه لم يكتفي بهذا ولم يكتفي بأن يقول بأن الدين هو وهم لكنه أضاف وقال بأن الدين خطر أيضا يؤكد كما رأينا فرويد بكل وضوح أن الإيمان الديني هو وهم لا أكثر هو مجرد هوام وبالتالي هو يقدم تصورا لا يخص الدين فقط بأنه يقدم وصفا لأي اعتقاد باعتباره وهما ما دام مدفوعا هذا الاعتقاد بتحقيق لذة ما ولكن هذا الأمر لا يعني بأن المسألة الدينية هي أمر باطل لماذا؟ لأن الحقيقة النفسية هي نتيجة لهذا النمط من الوهم أي أنها حقيقة واقعية لكن مع أنها ليس بحد ذاتها لديها أو فيها أي حقيقة بذلك اعتمدت إذا ما اعتمدت تلك الحقيقة النفسية على حقيقة ثابتة تاريخيا فإننا حينها نقيم الحجة إلى جانب النظرية الفرويدية بشأن الدين بأنها مؤكدة في الواقع فرويد لا بد أن نعترف بأنه على صواب إذ يؤكد غياب المصداقية الدينية فعبر أكثر من قرن هو درس التراث اليهودي وخاصة وحاول أن يطبق عليهم في الطوضم والحرام نظرياته حول الدين من مقت الأباء لأبناء لأبيهم الذي هو الذي دفعهم إلى قتله لأنه استحوذ على نساء القبيلة أو العائلة وأن هذه الواقعة هي تشكل بالنسبة للحجة الدامغة التي تؤكد بأن قتل الأب هو منبع تمجيد فكرة الرو فيهوى وهو الإله اليهودي لا يزيد على كونه تصعيدا لإحساس عام بالذنب وهذا هو مختوى يعني هذا هو الذي تفرغ للبحثه في آخر كتبه موسى والتوحيد والذي نشره بعد وفاته أو قبل وفاته بفترة قصيرة جدا خشته ردت فعل عنيفة ضده طبعا هناك ثغرات لا تعصى كثيرة جدا على طرح فرويد حول موضوع الدين وموضوع الإله والأب وعلاقته بالأب والطفل وجريمة قتل الأب وأودي هذه كلها ثغرات وتعرضت إلى نقص شديد جدا لكن الملاحظ والمهم جدا أنه هو الأول الذي وعى أن كل علاقة للإنسان مع الإله تمر حتما عبر وساطة الأب وأن الإنسان وإن كان في هذا يعني لا يجني شيء من جراء هذه الرغبة من واجبه كشف هذه الوساطة ومعرفتها لماذا؟ لأجل تحمل ازدواجية علاقاته ودوافعه وأولويات دفاعه من أجل إجراك أفضل لها يقول فرويد إذا كنا مهيئين للتخلص من جانب مهم من رغباتنا الطفولية فأننا نستطيع تحمل أن بعض ما نرجوه بمثابة الأوهام يقول خزع الماجي في تاريخ الأديان أو علم الأديان صفحة 190 يذهب يقول بأن فرويد كما أشرت إلى أن الدين ليس وهم الفقط إنما هو خطر لأنه يميل إلى تقديس مؤسسات إنسانية سيئة تحالف معها على أمر التاريخ وأيضا يتهم فرويد الدين بأنه حرم التفكير النقدي وبما يجعله مسؤولا عما أصاب العقل من إملاق ووجه هذا الاتهام أيضا ضد الكنيسة كما نعرف مفكرو عصر الإستنارة ومعظم المفكرين الأحرار عبر التاريخ أهمية نقد الدين من جانب تحريم التفكير النقدي أكبر من أهمية ما تعرض له من نقل من قبل ديفيد هيون في القرنة الثامن عشر وبقية فلاسفة التنوير من فورتير وجان جاكروسو وغيرهم لماذا؟ لأنه هو في سياق التفكير الفرويدي بيّن بطريقة تحليلية أن كبت التفكير النقدي في نقطة معينة يؤدي إلى أفقار قدرة الشخص النقدي في مجالات أخرى من الفكر ومن ثم يعوق قوة العقل وأيضا قدم اعتراضا ثالثا في كتاب أيضا لإيريك فروم حوله فرويد صفحة 110 أعترض فيه فرويد على أن الدين هو يضع الأخلاق على أسس مهزوزة أشد الاهتزاز فإذا كانت صحة المعايير الأخلاقية تستند إلى كونها أوامر إلهية فأن مستقبل الأخلاق ينهض أو يتداعى من الاعتقاد في الله ولما كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الديني في سبيله إلى الإنحلال فأنه مرغم على افتراض أن الارتباط المستمر بين الدين والأخلاق سوف يؤدي إلى تحطيم قيمنا الأخلاقية هذا حسب قول إيريك فروم صفحة 17 من طبع سنة 1777 فروم أيضا يرى ببناء على هذا أن التشدد والتعصب والجمود الذي أتت به الفرويدية في تفسيراتها يشبه ما أتت به الماركسية حيث يقارب إيريك فروم بين النظرة الفرويدية الأرثودكسية وبين النظرة الماركسية الأرثودكسية فيقول أنه أفسر الفرويديون اللاوائي الفردي وتعاموا عن اللاوائي الاجتماعي بينما أدرك الماركسيون الأرثودكس أن أثر العوامل اللاوائية للسلوك الاجتماعي ولكنهم تميزوا بعماهم في تقدير الدافع الفردي نظرة معاكسة فيما بينهما لكن يقول أن الماركسيون أدركوا أثر العوامل اللاوائية للسلوك الاجتماعي لكنهم تميزوا بعماهم أيضا نفسه عن تقدير الدافع الفردي الذي ركز عليه سيغمون فرويد وقد أدى هذا إلى تدهور في النظرية والتطبيق الماركسيين الماركسيين حسب تعبير إيريك فروم كما أدى ذلك تماما في الظاهرة المعاكسة إلى تدهور في النظرية وطريقة الألاج في التحليل النفسي ولا يجب أن يدهش ذلك أحدا لأننا حين ندرس المجتمع أو الأفراد فنحن دائما أمام كائنات إنسانية وهذا يعني أننا أمام دوافع لاواعية أي أننا لا نستطيع أن نعزي الإنسان فردا عن الإنسان عضو كعضو في المجتمع وإذا ما فعلنا ذلك فإننا لن نفهم هذا ولا ذلك هذا حسب قول إيريك فروم في الجزء الثالث والأخير سأقدم وجهة نظري في بعض الآراء التي طرحتها في القسمين الأول والثاني فكونوا معي في خاتمة قسم الثاني تحدثت عن الفرق بين نظرية الماركسية والنظرية الفرويدية حول موضوع الدين الفرويد يرى بأن الدين هو ناتج عن نزوء فردي بينما النظرية الماركسية تعترض أن المسألة تبدأ بالمجتمع هذا هو أيضا قريب إلى تصور يونغ أيضا وبينهما خلاف أساسي الأول يعتقد بأنه هو الدين يعني هو تعبير طبيعي عن لاواعي جماعي أما حسب يونغ أما فرويد فأعتقد بأنه كان أصاب جماعي الأشياء الذي فعله فرويد هنا كما قلنا بأنه اكتشف اللواعي وهذا مفهوم طبعا هو مفهوم سابق عليه ليس باكتشاف فرويد لكنه هو اللي فسر من خلال ارتباط الدين ببنية هذا اللواعي داخل الإنسان لكن أنا أرى بأن هذه الحاجة للثبات والخلاص من الشيطان المتغيرات داخل الإنسان وفي كل شيء حوله هي التي ولدت لديه الحاجة لعقيدة أو إيمان ما وليس هذا اللواعي الذي تحدث عنه فرويد هذا الثبات أنا مع هذا لا ينتج دينا لوحده ولا ينتج سلطة بل ولا حتى لغة فهذه كلها نواتج عمليات تفاعلية مع الآخر الإنساني ولا معنى لها بدونه لكن ميزة هذه التجمعات والعلاقات أنها ترفع نسبة الإحساس بالثبات تروي العطش الذاتي لإنسان المنفرد للاستقرار وتعجل عبر العنف التعاوني في رغبته بتوفيرها وتعزيز قدرته أيضا على التثبت والتثبيت لهذا نجد أن التحالف بين هاتين الحاجتين المتداخلتين للعنف وللتثبيت أفرز ما نسميه دينا أو سلطة أو عشرة أو أي تجمع تعاوني بشري نقول أنه حضارة مثلا ومشاريع علمية وهذا يعني رجعنا للدين نفسه عندما كلما يتطور في توفير هذه الخدمة كلما ارتفعت حضوضها في الانتشار والتبشير أي توفير أو التحالف بين حاجتين الأساسيتين لكل إنسان وحاجة الماسة للعنف والتثبيت وأيضا يعني ما اللي نسميها دين هذا ما نسميه دين أو أي تجمع أو أي مؤسسة جماعية أنا بالنسبة لي أسميها دين مؤسسة جماعية مثل الدولة هي أيضا أسميها دين لكن بالمعنى الذي أنا عنيه وليس بالمعنى العام أو الشاعر بعد الفاصل راح أتحدث عن الحضارة والدين ولماذا الدين هو عدو الحضارة ولماذا الحضارة بالقياس نفسه هي عدوة الدين وهذا الأمر راح أتركه بعد الفاصل فابقوا معي لو سمعتم وعذرا على الإطالة لأنني كنت أنوي فقط تقديم نبذة أو فكرة عامة عن نظرية فرويد في الدين والإله قال فرويد عن الحضارة بأنها تؤدي إلى الألم والمعاناة وهذا صحيح طبعا لكنه لم يقدم تفسيرا لهذا بسبب لأنه يقدم نظرية تركز على الإنسان الفرق وليس الإنسان القطيع وهناك فرق بين الإنسان الفرق والإنسان القطيع الإنسان ليس إنسانا لابد أن الفترة نتبه إلى مسألة إنسان ليس إنسانا بدون القطيع فلا حاجة بالتالي أن يسمى إنسانا لأنه لا يوجد داعي إحنا كنا نعيش تجربة أو أشنا هذه التجربة عندما نكون نختلي بأنفسنا في مكان ما أو في فرصة ما ونشعر على ثقة تامة بعدم موجود إنسان آخر لاحظوا إنسان آخر أو كان آخر بعنا حينها سنفعل أشياء مضحكة وغريبة جدا وحمقاء إلى درجة بعيدة جدا لماذا؟ هذا السؤال المهم يجب أن نفطني لهذه الحقيقة أو لماذا نعتبر هاي الأشياء التي نقوم بها مضحكة وغريبة وغير منطقية وسمجة وحيانا تافهة بعضنا أننا أعدى عادات في غاية الغرابة فليش؟ ممكن أن نعدد كل واحد أدى أشياء غريبة لكن هذا الإحساسنا بوجود هذه الأشياء أننا نفعل أشياء غريبة ومضحكة وحمقاء هذا الإحساس ليس من وجهة نظرنا كأشخاص كذوات منفصلة وخاصة ومتفردة أو يونيك إنما من وجهة نظر الجماعة أو الثقافة التي ننتمي إليها نحن بالتالي نضحك على أنفسنا بالصورة الجماعة المنطبعة داخل أثاننا باعتبار أن هذه النفس التي ننطوي عليها هي نفس سادجة وحيوانية وغير مؤدبة أو غير متحضرة وغير ولا تتصرف بطريقة لائقة لكنها في النهاية هي نفسنا الحقيقية والتي نرفض أن نعترف بوجودها إلا حين يخلو الجو ونشعر بعدم وجود أحد من البشر والجماعة التي ننتمي إليها وجد نظر فرويد في الحضارة فيها مشكلة في أنه ماذا يقول؟ يقول أو هو يركز على الدافع الجنسي للسلوك الإنساني عموما ويعتبر السلوك الجنسي على وزف الخصوص هو منشأ الدافع الجنسي وهذه النظرية تدعي بأن الإنسان يتصرف أو يعتنق مع الدين نتيجة لكابة جنسي طفولي تحديدا طبعا هذا لا بد أي واحد يعترض ويقول ما يقوله هذا الطفل أدى وعي جنسي لا وجود لوعي جنسي لدى الطفل ولا وجود لأي مال جنسي لديه في هذه المرحلة بل أنه لا يفهم الموضوع على الإطلاق ولا يفهم الموضوع ليس لأنه مثلا لا يتعلمه إنما لا توجد له دماغة ما زالت محدودة وقدرت على التلقي والفهم ما زالت محدودة والمسألة يعني فيزيولوجية طبيعية وليس مسألة نفترضها ومثبتة بالأدلة العلمية الدامرة بالتالي نحن عندما يدعي أو يفترض فرويد أن الدافع الجنسي الفردي للسوكسان هو هذا الذي ولد الدين هذا فيها دور يعني نقدر نقول على دور فلسفي أو دور منطقي فهو من جهة يقول الحضارة هي التي تحدد ميول الفرد وهي التي تكبت هذه الميول بعد شوية رح أوضح ماذا قال عن الحضارة ولكن هذا الكبت نفسه الذي يكبت الطفل الذي يدفع الكبت لأن يكبت دوافع الجنسية هو نفسه ينتج الحضارة يعني حتى أوضحها ومن جهة يقول أن الحضارة البشرية والمجتمع البشري هو الذي يحدد من ميول الفرد وبما يؤدي إلى كبت هذه الميول وقمحها فتظهر بعد ذلك على شكل أقدة أوديب من جهة أخرى ماذا يقول يقول بأن الحضارة وهذه الحضارة نفسها والفنون البشرية وكل تعبيراتها هي وليدة هذا الكبت وهذه الميول الجنسية من خلال عملية ما يسميه عملية السقاط حيث تظهر انعكاسات هذا الكبت على أشكال مختلفة منها الدين أو الفنون أو غير ذلك فهذا الكلام فيه تناقض واضح وأنا هو أصلا لأنه هو فرويد لأنه انشغل يعني تواغل كثيرا في تفسير في تقديم تفسير أحادي قاصر لظاهرة إنسانية هي الدين هي في واقع الحال ظاهرة معقدة جدا ويفترض بنا أن لا نقصر فهمنا على أحد عواملها أو أحد مصادرها وأن أيضا عند فكرة يقول بأنه في نظر فرويد يقول بأن الأديان هي توهم الإنسان بأنه قادر على تربية رغائبة وحاجاته الدفينة وطبعا أكثر هي رغبة كما يدعي أن رغبة الطفل البائس في الفوز بالحماية والعطف والمحبة وأيضا دوافع الجنسية الخفية كما يقول ويرى بأن سحر الأديان هو نابع من سر قوة الرغائب المكتومة هذه أنا رأي له هذا كلام غير دقيق ورأي بأن الأديان ليست هي السحرة إنما حاجة الطفل هي التي ولدت الأديان وهي التي جعلتها تنجح يعني أنا أقول لأنه يجب أن لا نقدم النتيجة على السبب ونجعلها سببا أول ويعني حتى وضع أكثر تفسير فرويد هو عدة تفسير لأصل هذه الرغائب البشرية ويقول بأنها تعود لعقدة أوديب التي هي تنشئ بنية الشخصية الإنسانية وهي التي تدفع بالإنسان الاستئثار بعاطفة الأم في حالة الطفل الذكر خاصة وبالقياس على بعاطفة الأب في حالة الطفلة الأنثى الأنثى غير أن هذه العقدة هي التي تجلب على الإنسان قضية الشعور بالذنب وأيضا تجلبه الرغبة بالتطهر وهي التي تسهم في بناء المنظومة الإخلاقية الضابطة أو الضبط عوامل تبني عوامل الضبط الاستماعي أنا أرى كل هذا الكلام بعيد كليا عن أصل الموضوع الطفل حسب علم الآن يحب أبويه ويرتبط بهما جوهريا بل أن هذا الطفل عاجز في سنه نبكر عن أي فعل أي شيء آخر هو يحب أولاد يتقب أبويه ويعتبرهم فوق الآلهة الخوف بداخله بالتالي ما زال لم يتخذ شكلا محددا بل أنه لا يستطيع التفريق بين الأب والأم إلا من حيث يعني حجم الرعاية والاهتمام يعني هناك مساء الواضحة بالنسبة له ما يتعلق بالحضارة حتى يختم هذه الحلقة أقول أنه ما يتعلق بالحضارة هو مبني على فكرة فرويد بأن الدين عبارة عن أوهام مقدسة وهذا الوهم هو الذي يؤدي بأن يوجد فرد هو دائما يكون عدو المجتمع وعدو الحضارة أيضا وهذا الذي ولد الفرد رغبات خطرة يجب أن يكبح هذا الفرد نفسه لحماية هذا المجتمع من هذه الرغبات الكثيرة زنا المحارم وأكل لحم البشر والرغبة الشديدة في القتل وممارسة العنف في رأي فرويد أنه الإنسان أو طبيعة الإنسان هي أنه غير اجتماعي وأنه متمرد دائما ولديه رغبة قوية ورغبة جنسية قوية جدا وأيضا في الوقت نفسه رغبة في الدمار وأنا أرى بأنها كلها هي رغبات في ممارسة العنف يعني تحت باب واحد نضعها يقول فرويد يقول بأن هذه الرغبة الإنسان في التدمير تظهر عندما يكون مجبر على التعامل مع غيره داخل بجتمع واحد أو أنا أقول أيضا عندما يكون ضمن دين واحد وفرويد يرى أنه لا بد بالتالي من سيطرة الأقلية على الأكثرية في المجتمع ويوضح هذا بأنه يقول مثلا هذا يعود لأن أفراد المجتمع عموما ليسوا على قدر كبير من الذكاء والثقافة لأنهم لا يستطيعون كبه هذه الغرائز والرغبات ولا يمكن أيضا إقناعهم بضرورة نكران هذه الرغبات والغرائز وهذه الأقلية التي الحاكمة هي التي تحمي هذه الجموع من بعضها البعض وتضبط تصرفاته كمها من كتاب التحليل النفسي للدين أنا رأيي ردي على مقولة أيضا برويد بأن إنسان محروم السعادة بحجة أن الحضارة تحرمه من مرسد الجنس والأدوان أنا أقول بأن الإنسان فعلا كما يقول محروم من هذه السعادة ولكن السؤال ما هي السعادة السعادة هي فعلا السعادة بأن يعيش الإنسان هذا العنف وعلى العكس الدين لا يقمع هذه السعادة بالعكس يضبطها ويوجهها والدين وجود الدين بالتالي هو يوفر للإنسان هذه السعادة أي أن الدين صحيح هو يقمع الغرائز الجنسية لكنه يقمعها داخل القطيع الديني أو داخل الجماعة أو القطيع الذي هو الدين نفسه أي عندي حلقة قلت فيها بأن الدين هو تعريف الدين هو تعريف العنف هو العنف بحذ ذاته يعني هو ليس شيئا آخر وهذا العنف يتجسد من خلال الإله الله لا يوجد إله غير عنيف وإلا ماذا نفعل به لا يوجد إله لطيف لا بد أن يكون عنيفا وإلا الإله اللطيف يعني عندنا مثل بالعراق يقول السيد اللي ما يشور يعني ما ينفع يعني شو عمل فيه السيد لا يشور أو إمام أو شريف أو إنسان مرقد مقدس لا يشور أو لا يعمل شيئا ضد الآخرين فلا قيمة له فبالتالي هو إله الذي لا يشور أو لا يصيب الآخرين بالشر لا قيمة له وكلمة أنه السيد لما يشور يعني السيد لا يمارس الشر هي يشور اشتقاق اللهجة العراقية لأشر يعني تفعيل كلمة الشر وتحويلها إلى يشور كما أحسب يعني كما أتوقع فالله الذي لا يشور أو لا يعمل فعل الشر فهذا ليس بإله يستحق الاحتفاء أو يستحق الزيارة أو الحج إليه انتحاك المقدسات أيضا فيها لذة كبيرة أو أيضا اللذة الأكبر التي يوفرها الدين من جانب آخر أنك تنتهك محرمات الآخرين بالتالي نفهم أن المحرم هو بالنفس ممكن أن يكون مدنس وممكن أن يكون مقدس مقدساتنا هي التي نحتفل بها نحن وهي الثابت الأساسي الذي نحن كل ما أدى هو مدنسات فبالتالي نحن ننتهك محرمات الآخرين باسم المحرم أو المقدس الخاص بنا فبالتالي ماذا نفعل نحن؟ نحن لا نضحي بالعنف وسعادة أو نشوة العنف أو الأورغازم الذي يمنحه لنا العنف فيما بيننا كجماعة إنما نوحد هذا الأورغازم ونمارسه بشكل جماعي ضد الآخرين وعليه عندما نلاحظ الحشود المؤمنين عندما تخرج غاضبة وتصرخ أحياناً تشوفون مشاهد بعض المظاهرات تشبناها ضد حرق أو الرسوم المسيئة للرسول الكريم تشوفهم طالعين بالشكل المخيف من الصراخ هذا أورغازم الذي يوفر حاجة هؤلاء إلى ممارسة الأنف وبإسم وعندما تحدث هذا الدين هذا الدين الواجب الرسول المقدس لكن بالحقيقة هو مستمتع وعندما ترى الرجال الدين عندما يتحدثون ضد الآخرين وهؤلاء كفروا وهؤلاء ملحدين وأنت كذا تشعر بداخل النوع من السعادة واللذة بأنه فتح هذا البركان الحمم المشتعلة داخل المتعطشة للخروج وممارسة العنف بأبشع صوره كما يقال لكن بالنسبة له بأجمل صوره لأنه يقول لك أنه يد الله فوق أيديهم هناك آيات في الدين سواء بالقرآن الكريم أو بالإنجير والتوراة تجد آيات فيها سعادة بممارسة العنف الإله عندما يمارس العنف يقول له أشم ريحة رائحة الشواء وهذه القرابين التي تقدموها لي أشم رائحة الدم وأنا يعني وما أكو آية ما أذكر بالله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت إنما الله رمى ولكن الله رمى فهو يعني شوف أكو السعادة في عملية هذا ليس موضوع تفسير ديني لكن أنقلك هذه الرغبة أو الشهوة بقتل الآخرين الكفرة الملحدين الذين كذا وكذا وكذا المشركين أي تسمية كانت المهم هذه الرغبة تم تنفيذها وتحقيقها وبمعونة من الله أن الله هو نفس الذي قتلهم نحن لا نفعل شيء نحن بالنسبة لنا مارسنا عملية القتل بأمر من الله لكن بالحقيقة الله هو الذي نحن يعني نحمله وزرك كل شيء بالحقيقة يعني أنا البعض يتحدث كالله هو عنيف وهذا الإله قاتل ومجرم ويحب سفك الدماء ويشم رائحة الشواء والعنف ويدمر مدن كاملة عن بكرة أبيها أطفالا منسان لمجرد واحد اثنين عملوا شيء سيء مثلا قوم لوط ثم ثلاثة أربعة أو فما دم بالأطفال ويقول لك وهذه التساؤلات الإنسانية البسيطة هي خلينا نفهم إنسان كان عنيف يعني ليش نجامل أنفسنا ونكذب الحقيقة إنسان كان عنيف ومتعطش للقتل وللعنف وللأدوان بالتالي أرجع الموضوع الأساسي إنه الدين هو الذي يوفر ويجهز ويمأسس عملية العنف ويحولها إلى فعل جماعي كامل وهذا هو عاكس ما تفعله الحضارة الحضارة ماذا تفعل تفعل عاكس هذا تماماً الحضارة تقول هذا العنف يجب السيطرة عليه ليس بتحشيد أسباب العنف لا بأن نستقر جميعاً ونهدئ نهدئ ونسيطر على هذا الحمام البركانية الموجودة داخلنا ونزرع كما يعني مثل ما الحمام البراكين عندما تخرج هذا الحمام تخرج بأقصى طاقتها لكنها تتحول إلى تربة خصبة جداً ممكن أن تزرع علىها كل شيء يعني تظهر نباتات من أروع ما يكون وأكثر وتعطي ثماراً رائعة فنفس البراكين العنف الموجودة داخل الإنسان الحضارة تأتي وتهذبه لكنه مرفوض لأنه عكس المطلوب الحضارة تفعل عكس المطلوب يعني الحضارة تفسد على الإنسان راحته وسعادته ورغباته وتدمرها الدين أيضاً يفعل هذا الشيء لكنه يفعله ليس لكي يتخلص بها بل لكي يوجهها ضد الآخرين هذا الفرق بين الدين والحضارة الدين هو الذي لهذا السبب تشوف الدين مرغوب أكثر من حضار الحضارة تتطلب سيطرة هائلة على العنف داخل الإنسان سيطرة هائلة على الرغبات على العواطف هاي كلها ضد الإنسان يعني ضد الإنسان يفعله كأن هو بيولوجي يعني هو حفنة من كم تريليون خلية متجمعة مع بعضها و كونت هذا الكأن الذي يدعى الإنسان أو أي كأن مخلوق أو كأن طبيعي حي فالحضارة تدمر هذا تقتل هذا الرغبة العنفة داخل الإنسان الدين يوفرها لا يسبب شوف إنسان تشوفه يعني نستغرب وناس في درجة عالية ورفيئة جدا من العقل والخلوق والمنطق والذهن وتجد مع هذا يؤمن بالدين يؤمن بالدين وبالإله والإله الذي يقتل ويقسو ويمسح مدن عن بكرة أبيها وهذه كل الخرافات التي والأساطير الموجودة داخل الأديان كلها يصدقها يقولك لا 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 تزعجني لا تزعجني بأنها المسألة غير منطقية لأن الحمم اللي بداخله والتي نسيها ويسميها دين يسميها مقدسات ولا يسميها عنف كل هذا اللاوعي أو الذي اكتشفه فرويد بالحقيقة هو هذا هو هاي الرغبة بالعنف التي ولدت لدينا كل شيء والتي ولدت لدينا بعد ذلك ما نسميه دينا والنتيجة النهاية اللي أوصل لها أن هذا الدين هو عدو الحضارة الحضارة تقتل الدين لهذا السبب هو من أكبر عداء الدين والحضارة وكل من يدعو إلى العلم والفكر والفلسفة لأنه ماذا لأنه قل لك أنت نحاول أن نفهم أنفسنا نفهم هذا 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 هاي الشحنات الغضب الموجودة داخلنا نفهم المجتمع نسيطر على نزواتنا على أفكارنا نحاول أن نستقطب قدراتنا وطاقاتنا والحمام البركانية الموجودة داخلنا حمام العنف البركانية الهائلة الموجودة داخلنا المتجددة المشتعلة هذه نحاول أن نسيطر عليها ونفهمها ونجلس جلسة على رواق ونتفق فيما بيننا فيجون دولا جماعة المقدسات والليهم يعني عباقرة العنف يعني الأنبياء والرسل والصحابة وما لذلك عندما تجي تتابع مسيرتهم تجدها مسيرة عنف كاملة عنف عنف وقتل ودبح وما لا يحصى ومع هذا تجد الناس تحبهم لماذا تحب النساء لماذا يجب أن نسأل أنفسنا أنا مو أنتقدهم يأتي الملحد مثلا وينتقد الناس لأنهم يؤمنون بهذا الصحابة يقول له هذا الصحابة قتل وسلب يعني الرسول الكريم مثلا في الطريق سلبة صفية وأبوها وقتل أبوها وعمها وخالها وأهلها وعشرتها ونام معها في الطريق وتزوجها فتقول له هذا لا ينتبه لك المؤمن لأنه بالعكس هو يتمني يسأل هذا الشيء يعني أنت لا بد أن نكون واقعين ونفهم الأمور ليس بطريقة آيدولوجية مأيارية على أن نفهم أن هذا إنسان إنسان لديه رغباته ولديه طموحاته ولديه أشياء ولديه مشاكله لكنه بالنسبة لهذا هو الدين هو الدين هو الدين ليش موجود حتى يوفر له هذه المتعة تشوفوا مثلا يحتجون على الدواعش لماذا لا يكفرون الدواعش لأنهم مؤجبين بهم أختم ويقول أن الدين هو روح الجماعة أو روح المجتمع وهذه الروح هي مصدرها العنف روح التي تهوى ممارسة العنف وهذه الروح أيضا هي التي ترفض لأي إنسان أن يمارس هذا العنف بطريقة إنما بطريقة الجماعية ويعتبر هذا الإنسان الذي يمارس العنف بمعزل عن الجماعة وبدون أوامر الجماعة يعتبر هذا فعلا منحلا فعلا أدوانيا فعلا شريرا كافرا ملحدا يجب الحد منه وهذا يعني بالنهاية أن هناك نوعان من الحرية الحرية الفردية وهي تسمى عن حلال والحرية الجماعية أو الحرية الدينية الحرية الدينية الجماعية أو الحرية الجماعة هي الحرية التي تبيح أو فعل الشر أو فعل العنف إلى أبعد مدى ممكن وبلا حدود ويد الله أيضا هي التي معهم أما الفعل حرية الفردية فهي حرية مرفوضة لأنها تبدد قوة وشحنة العنف الجماعية وأيضا ربما تعترض عليها وتدمرها وهذه الحرية هي التي يخشى منها الجماعة ولأن الحرية الفردية يجب أن لا توجد مثلما لا يوجد إنسان ليس بفرد دائما كل إنسان لا بد أن يكون فرد لا بد أن يولد ضمن جماعة فبالتالي الحرية الفردية مرفوضة ليس لأنها مرفوضة من قبل الدين فقط بل لأنها غير لا يمكن أن توجد ولا يسمع لها أمن توجد وحين توجد فتوجد رغم أن في الحرية الجماعية وهذه الحرية الجماعية تقاومها أشهد المقاومة وهذا السبب ليخلي العلم ضد الدين العلم ضد الحضارة ضد الدين والدين ضد الحضارة هذا هو سبب المشكلة الجوهرية التي نحاول أن نطمطمها ونعبر عنها بطرق شتى لا علاقة لها بأصل الموضوع ونحن نعرف أن لا علاقة لها بأصل الموضوع لماذا؟ لأننا لا نريد أن نخرج على الجماعة ونصبح أشخاصا وليس أفرادا ضمن جماعي وقطيع سيحاسبنا أشد الحساب على ما نفعله ويتهمنا بالانحلال لأننا مارسنا حرية فردية حرية فردية ضمنها أن تمارس الحياة الجنسية كما تشاء أن تقول ما تشاء أن تفعل ما تشاء وأن تؤمن بما تشاء فهذا يسمى انحلال لأن فعلا هو أنت حللت حللت عن الجماعة يعني حللت ليس أهلا وسهلا حللت كفرا وشرا بالنسبة للجماعة وهذا أيضا ضمن الحرية الجماعية ليش تمنع الجنس مثلا؟ يفسرنا جنسيا ليس لأنه سيء بل لأنه يحرض على الفردية أن تمارس فعل فردي ومنع الجنس أيضا هو بالتالي هو التعزيز لفرص إدامة العنف وكيف الجنس أيضا حتى الفردي الجنس هو فعل عنيف ولهذا يشوف هناك كثير من النساء يعشقنا الأنف أثناء الجنس والرجال يعشقون الأنف أثناء الجنس لأنهم يعتقدون بين الآخر يرغب بهذا وهو فعلا هناك نوعا من الرغبة بالعنف حتى تأوهات الطرفين أثناء الجنس هي أيضا إنها علاقة بالعنف وتمتع بالعنف وهذا الأورغازم العنفي هو يتوسع ويشتد ويتكثف من خلال الأورغازم الديني الجماعي القطيعي وعليه أن الدين هو الجنس الذي لا تنتهي شهوته وهي شهوة جوهرها العنف وأن أورغازم الدين هو العنف بحل ذاته هذا العنف الذي لا تنفذ حمامه عن الظهور والتجدد داخل الإنسان لأنها جزء من حياته بل أنها حياته بأكملها القائمة على العنف والتي لا يمكن أن تستمر بدون هذا العنف شكرا جزيلا وآسفة الله مع السلامة في القسم الرابع راح أفصله وأحدد أخليه جزء خاص تابع لهذا الموضوع لكن في فيديو منفصل وهو إلى علاقة بالعقل حلقة التي نشرتها مؤخرا بأنوان خرافة العقل العربي وأربط بينها أقول بأنوانالك خرافة العقل الديني أو العقل الديني وأن لا وجد لدينا عقل عربي لأننا لم نصل هذه المرحلة بعد وهذا لدينا عقل يعني كالدماغ يعني لكن العقل بمعنى الفلسفي الفكري المعرفي الإبستومولوجي لا وجود له لدينا حتى الآن لأننا لا نحتاجه لأن العقل بالنتيجة الإبستومولوجيا والمعرفي أو الفلسفي هو عقل لا حاجة لنا لأنه يدمر كل مشروعنا في ممارسة الأنف والتمتع بهذا الأمر فأتمنى تابعوني الحلقة أو القسم الرابع اللي هو راح يكون قسم أثقل وأكثر زعاجا من ما سبقه مع السلامة